حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تحرك محتمل داخل البرلمان بعد تمريرها مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد باستخدام سلطة المادة التاسعة والأربعين البند الثالث التي تسمح بإقرار النص دون تصويت تحرك الحكومة الذي وصف بأنه مغامرة يأتي متعارضا مع رغبة الشارع الفرنسي وحتى البرلمان الذي لم يقبل بالقانون لكن رغم الإصرار الحكومي على تمرير القانون لا يزال بإمكان المعارضة إلغاء الموافقة على مشروع القانون من خلال مصارعين الأول هو إجراء اقتراح بسحب الثقة من الحكومة ولكي يتم هذا الإجراء لابد من موافقة 290 صوتا في البرلمان أي النصف زائد واحد على أساس أن العدد الكلي للنواب هو 577 وهو أمر ربما يعتبره المحللون بعيدا عن الواقع في ظل سيطرة تحالف ماكرون على 245 من مقاعد البرلمان إضافة إلى مقاعد حزب الجمهوريين ال62 علما بأن الحزب اليميني أعلن أنه لن يصوت على سحب الثقة من الحكومة ما قد يرفع عدد الرافدين لسحب الثقة عن الحكومة نظريا إلى 307 نواب لكن يبقى أمام أحزاب المعارضة أن تسلك مصارا آخر وهو اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي المنصوص عليه في المدى الحادية 10 من الدستور الفرنسي ولكي يقبل المجلس الدستوري الاستفتاء ويقوم بتحويله للشعب يتوجب موافقة 5 أعضاء غرفتي البرلمان عندها يطرح الاستفتاء إلى الشعب ويتم إبطال قانون التقاعد في حال وافق أربعة ملايين وثماني مائة وسبعون ألف فرنسي وفرنسية بالحد الأدنى خلال مدة تسعة أشهر وحينها قد يجر مكرون نفسه خاسرا كل شيء تسعة أشهر